بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم مع كورس الإدارة الرشيدة لروس الأموال على قناة STC سالمونة ريديجني شانل ومع الحلقة الرابعة في هذا الكورس تحت عنوان ما هو الواجب الأول للمتداول نقول وبالله التوفيق على كل مستثمر ومضارب ومتداول في المقام الأول العمل على الحماية من خطر الهلاك والمقصود بالهلاك هو خسارة كل أو معظم المبلغ المستثمر أو المضارب به مما يكون من نتيجته الخروج النهائي من السوق ويتركز خطر الهلاك بالطبع في العمليات الأولية للمضاربة والاستثمار في البرصة إلا أنه يجب أن لا يفهم من ذلك أن الهلاك هو عدد العمليات الخاسرة المتتالية بل الهلاك هو تجاوز مجموع الخسائر لمجموع الأرباح بصرف النظر عن ترتيب حدوثها ولتوضيح هذا الأمر نعطي مثال حيث بالمثال يتضح المقال إذا فرضنا مثلا أن شخص ما يضارب بمبلغ ألف دولار وأنه قسم رأس ماله ليضارب بخمسة أي بمبلغ 200 دولار في كل صفقة وفي كل عملية فإذا خسر هذا المبلغ في كل عملية فإنه يخسر كل رأس ماله في الخمس عمليات الأولى وبذلك يكون قد أضاع رأس ماله أما إذا ربح في المرات الأولى فإنه يصبح في وضع أكثر قوة يمكن من تحمل عدد أكبر من الخسائر المتتالية والآن خمس عمليات خاسرة لا تخرجه من السوق ولكنه في المقابل يتعرض لاحتمال متزايد بأن يلقى أكثر من خمس عمليات خاسرة على التوالي مع استمرار عملياته في السوق بهذه الطريقة أما إذا اكتسب ثقة زائدة وضاعف المبلغ المضارب به فإن الخطر يعود إلى مستوى السابق قبل تحقيق الأرباح وربما أصبح أكبر من الخطر المتعرض له في البداية وذلك تبعا للمبلغ الذي قام برحه أما إذا قام مضارب آخر بتقسيم نفس المبلغ المضارب به على عشرة أي المضاربة بمئة دولار فقط في كل عملية فإن إهلاكه يقتضي الوقوع في عشر عمليات خسائر متتالية أي أن ممكن أن يعرض رصيده للنفاذ وتصفيره خلال عشر عمليات متتالية خاسرة وهكذا يتضح من المثال السابق أن المضاربة المحافظة تؤتي على المدى الطويل نتائج أفضل من المضاربة بطريقة شرسة وأن المضارب والمتداول حتى لو امتلك خطة التداول ضعيفة نسبيا إذا ضارب بمبلغ صغير وأنصح ألا يتعدى 2% من رأس المال فإن فرصة نجاحه ربما تكون أكبر على المدى الطويل من مضارب يمتلك خطة نشطة محكمة لكنه ضارب بمبلغ كبير أي أن طريقة العمل والتداول والإدارة المالية سواء محافظة أو غير محافظة أهم من أي شيء آخر وهي التي سوف تحدد على المدى الطويل الرصيد النهائي للأرباح والخسائر ومن الملاحظ بالتجارب العملية والواقعية أن بعض المضاربين يحققون عوائد ربح مرتفعة جدا على الرغم من تدني نسبة المبالغ التي يتداولون بها وقلة نسبة العمليات الرابحة من مجموع العمليات المبرمة أما عن السر في ذلك فهو ما سنتعرف عليه في اللقاء التالي إلى أن ألقاكم لكم تحياتي مستر محمد السيد السلموني